أستاذا حضرتك بس هنروح دلوقتي لنادي الأهلي فرع الجزيرة وتحديدا التتش وحتكون معنا هناك لقاء مع زملتنا سالة حامد والأستاذ خالد مرسي مدير مقر أهلي الجزيرة ونعرف برضو منها الاستعدادات من أستاذ خالد استعدادات برضو الحفل النهاردة والكواليس خلينا نعرف منك يا سالة سالة بنرحب بيكي مرة تانية من جديد طبعا برحب بيكي زملتي نهواند وأكيد ضيفك الكابتن سديق الجمال نجمي نادي الأهلي السابق وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة نادي الأهلي في كل مكان وبالفعلي نهواند زي ما أنت قلت هنكون دلوقتي معاكي من بالأخص من ملعب مختار التتش وآخر الاستعدادات وتجهيزات لإحتفالية النهاردة تتشين النجمة العشر طبعا على تيشرت لنادي الأهلي يمكن طبعا معي في هذه اللحظات يعني لقاء مهم أكيد مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر نادي الأهلي بالجزيرة أستاذ خالد طبعا في البداية برحب بحضرتك على شاشة قناة نادي الأهلي وخلانين طبعا في البداية صباح لحضرتك صباح الخير أهلا بيجو صباح الخير عليكي وصباح الخير على جميع مشاهدي قناة نادي الأهلي وأعضاء وجميع النادي الأهلي صباح الخير الأستاذ النهوان صباح الخير الكابتن سديق طبعا وبصبع عليك يا كابتن سديق أستة سخيchied الطبعا الاحتفالية النهاردة تتشين النجمة العشرة على تيشرط النادي الآ额 احتفالية يعني مهمة جدا طبعا حدث مهم جدا تتشين النجمة العشرة على تيشرط النادي الآ额 يعني ممكن شايفين الاستعدادات ممكن بدأت من امبارح من الساعة 8 لحد النهاردة ولسه يعني الفريع العمل كله شغال على التجهيزات يعني طبعا حدث تعلمنا عن التجهيزات بالتفاصيل أكتر وبشكل أكبر وتقوليني يعني إلا هيتم إن شاء الله من دلوقتي لحد مواعي الى احتفال طبعا في البداية أنا أحب بس أبارك للنادي الأهلي وجماهيره وأعضاؤه للحدث الكبير بمناسبة طبعا حصولنا على العشرة كاس أفريقيا اللي جاية متولية بعد التسع على طوله ده حدث طبعا فريد من نوعه والحقيقة ما كانش فيه وقت الفترة اللي فاتت بتوالي المباريات والأحداث الراضية الهمة لنا إن إحنا نقيم الحفل ده طبعا فالحقيقة كان فيه تصميم وإصرار من مجلس الإدارة النادي الموقع بقاتل كابتل محمود الخطيب والإدارة التنفيذية الحقيقة إنه لازم يتقام ينعقد احتفال كبير واحتفالية كبرى لتكريم فرقة الكورة وبعض أعضاء النادي والشخصيات المهمة الحقيقة تكريمها النهاردة هيتم بشكل لائق إن شاء الله فالحقيقة إحنا مش اللي النهاردة سالة إحنا شغالين يمكن أكتر من شهر الحقيقة إحنا كونا لجنة لإدارة الملف ده بقيادة الدكتور سعد شلبي اللي أنا بشكره جدا الحقيقة على المجهود الكبير جدا اللي اتقام في الفترة الفاتت دي اللجنة دي الحقيقة كانت شبه منعقدة بصفة مستمرة ومتوالية شبه يوميا إحنا بنجتمع جميع إدارات النادي المعنية الخاصة بالاحتفالية دي كل الإدارات إذا كانت الأمن أو الخدمات أو العلاقات العامة وحتى الإدارة المالية والمشارات حقيقة كل الإدارات اللي جواهة دي علشان في الآخر هي يطلع الحدث بالشكل إن شاء الله لهليق بالنادي الأهلي وبالبطولة الهمة جدا 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 اللي احنا الحمد لله متعودين عليها فمش بس من المبارح زي ما قلت لحضرتك إحنا مجتمعين بصفة مستمرة إحنا ما روحناش من المبارح كلنا بيتين هنا يعني عشان يبقى الاستعداد على أتم استعداد وأتم شكل حقيقة يليق بالحدث ده لو هنتكلم بالتفصيل إحنا طبعا فيه مصرح كبير بتعامل في استعداد تيتش وطبعا تصميم على استعداد تيتش ده هو استعداد الكورة استعداد الحدث المهم اللي احنا فيه النهاردة التنسيق الأمني على أعلى مستوى خارجيا وداخليا فيه تنسيق كامل مع الجهات الأمنية الحقيقة الخارجية اللي بنشكرها جميعا بالمساعدات الحقيقة والتسهيلات الواضحة جدنا لدينا الحقيقة لا يوجد أي معاوقات قابلتنا الأمنيا النادي طبعا كأمن إداري عندنا الحقيقة وأنا بشكر الحقيقة العميد علاء صلاح الدين بالحقيقة إن هو ما ينمش برضو خالص الحقيقة وإحنا موفرين كمان أماكن باركينج للسادة الرواد النهاردة اللي هيجولنا ومترددين على الاحتفلاء وأعضاء النادي عامة صفة عامة دار الأوبرا الحقيقة أنا بشكرها جدا تعاونت معنا أخذنا ساحة الأوبرا لأعضاء النادي النهاردة أخذنا الباركينج بتاع المحافظة برضو أخذناه ففيه الحقيقة تسهيلات جمدة جدا بالنسبة للأماكن الدخول والخروج لمكان الاحتفالية فيه تنظيم كامل بين العلاقات العامة واللجان والأمن الإداري للنادي الناس هتخش منين وحتطلع منين بيسر وبسهولة إن شاء الله مش هلأوا أي معاوقات إن شاء الله عشان الحدث سيطلع بالشكل اللائق خدميا وعلاقات عامة لجلوس الأماكن المحددة بالاسم مين هيقعد فين وكل ده واضح ومرتب الحقيقة بأنه أكتر من شهر زي ما بقول لحضر إليك إحنا مستمع بصفة مستمرة برضو فيه إدارة مش نازل أنساها العلاقات العامة بشكر فيها طبعا الأساسة ريم الحقيقة العامة مجهود الحقيقة فوق الخيال الحقيقة ما بتنامش بشكرها جدا عندي برضو الإدارة السلامة وصحة الميانية دي إدارة مهمة جدا عندنا اللي هي عشان أجزة الإطفاء والأقدر الله إن شاء الله مش حصل حاجة بس إحنا مأمنين المكان وأمنين النادي عامة بصفة مستمرة يعني بس النهاردة بيبقى التركيز شوية في مكان الحفل فإن شاء الله الحفل على الساعة 8 بالليل إن شاء الله يبقى فيه مفاجئات كبيرة وسارة جدا وجميلة جدا لأعضاء وجمهير النادي إن شاء الله يفجئوا بيها وهتبقى فيه ممتاز ساعة إن شاء الله لكل أعضاء مسي جدا أستاذ خيالي وضو طبعا ببارك لحضرك مرة تانية أهلا بيكم صباح الخير عليكم كنت طبعا يا نهواند كان لقاءنا مع الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة ولطبعا كلمنا عن آخر الاستعادات والتجهزات للاحتفالية النهاردة تتشين النجمة العشرة على تيشرت النادي الأهلي والآن نعود مرة أخرى للستوديو لكلمة ليكي طبعا يا نهواند تفضلي نشكرك جدا يا سالة على هذه التغطية ويعني الرؤية اللي انت ادتيها لنا انت والأستاذ خالد على النهاردة إن شاء الله اللي احتفالية شكرا لكو جدا